بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنكمل مع بعض سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف محمد الخضري بك لكننا وقفنا النبوة اللي فاتت في قبل النبوة في الأحداث اللي كانت قبل النبوة فكان سبحانه وتعالى أكرمه قبل النبوة بمنحة من البركات من ضمنها قال ستنا السيدة حليمة لأنها كانت المرضاعة بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما كان في وسطهم كانت الأغنان بتاعتهم كانت دايما في ازدياد فيها بركة سبحانه الله كان اللبن بتاعها بيسيل فكان الإيمان البصيري رحمه الله كان قال كده في شعر بسيط أو في بيت بسيط وإذا صخر الإله أناسا لسعيدا فإنهم سعداء وبعد كده حصل لسيدنا النبي إنه شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه فسبحان الله دي قدت الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكمان من تكريم الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد من دبن الكرمات إن هو كان بيسخر غمامة له وقت ما بيكون مسافر للشام فكان بيسخر غمامة لوقات بتظلله في اليوم اللي بيبقى فيه الشمس حامية جدا فرويا عن ميسرة غلام خديجة الذي كان مشارك لسيدنا النبي في السفر إنه قال إنه كان فيه غمامة دايما بتظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السفر وكمان منى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان بيسمع السلام من الأحجار والأشجار فكان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء يعني يبعد بعيد عشان ما حادث يشوفه ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده بنفسه فسبحان الله ربنا كان مسخر له الجمادات وكان برضو مسخر للأنبياء قبل كده زي عصى سيدنا موسى لما التقمت سحر فرغون بعد ما تحولت لحية وبعد كده رجعت لمكانها تاني ولما درب برضو سيدنا موسى العصى بتاعته بالحجر فنبع من الماء إثنت عشرة عينا لكل سبت من أصبات بني إسرائيل عين وغلهم من الأنبياء سخر ربنا ليهم أشياء كتيرة من الجمادات فسبحان الله يعني بعد كده بقى أنزل الله التوراة على موسى يعني ربنا كان منزل التوراة على موسى وكان في خطاب لسيدنا موسى عليه السلام إن هو بيبشرنا برسول الكريم من ضمن الكلام اللي كان موجود في التوراة وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين أخوتهم وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء أأمر به ومن لم يدع كلامه الذي يتكلم به بإسمي فأنا الذي أنتقم منه فأما النبي الذي يكترق علي بالكبرياء ويتكلم بإسمي بما لم أأمره به أو بإسم آلها أخرى فليقتل وإذ أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك إنما قاله ذلك النبي بإسم الرب ولم يحدث فهو كاذب جريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشيه ويقول اليهود أن هذه البشارة ليوشع ابن نون خليفة موسى عليه السلام مع أنهم كانوا ينتصرون مدة المسيح نبي آخر غير المسيح فأرسلوا ليحنى المعمدان يحيى يسألونه عن نفسه فقالوا فقالوا لها أنت إليا قال لا فقال أنت المسيح قال لا قالوا أنت النبي قال لا فقالوا ما يبعلك إذا تعمد إذا كنت ليست إليا ولا المسيح ولا النبي فكل ده يدل أن التوراكة بتبشر بإليا والمسيح ونبي لم يأتي حتى زمن المسيح وكمان التوراكة تقول في صفة النبي إنه مثل موسى ويعني نصت عليه في صفرة التسنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى ورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتر على الله يقتل ويشبه ذلك في القرآن في قوله تعالى في صرط الحق ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كث بين أعداءه الألداء من مشركين ويهود تلاتة وعشرين سنة يدعوهم فيها إلى الله مع ذلك عصموه الله منهم وأنزل عليه اتمئنون وطمن خطره في صورة المائدة والله يعزمك من الناس أكان يعجز الله هو القادر على كل شيء أن يعاقب من ينسب إليه ما لم يقله وما الذي قال وهو الذي قال في صورة الشورى أم يقولون افترى على الله كذبه فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علم موسى الصدور فهذه البشارة أخبرتنا عن العلامة التي نعرف بها صدق النبي من كذبه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها ومنها ما لا ينفع معه الحدث والتخمين كإخبارنا بأن الروم سيغلبون بعد أن كهرام الفرس كهرا شديدا حتى كادوا يحتلون الكسطنطيني عاصمة ملكهم فالروم سيردون ما فقد منهم بعد بدع سنين لا يكون إلا من عند الله وكثير من المشركين استغربوا الكلام ده وتراهن عليه أبو بكر الصديق وسبحان الله ربنا حقك الخبر فاستحق أبو بكر أن يكون له الصديق فسبحان الله دي فضل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الكرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا فسبحان الله سيدنا النبي عبد الله ورسوله ربنا سماء المتوكل يعني سبحان الله يعني لا إله إلا الله فالله سبحانه وتعالى قال على سيدنا النبي إنه حرز للأميين فهو عبد الله ورسوله سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليز ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا سما وقلوبا غلفا سبحان الله اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا سيدي يا رسول الله موسيقى موسيقى موسيقى